مين اللي سرق الفلوس من خازنا؟ ما خداك حاجة؟ خليكم سكتين وحنا هنفضل مكملين في ضربكم لحد ما تطلع في الروح أمي صالح يا أمي صالح أمي صالح يا أمي صالح فيها يا بيتي؟ فيها يا أمي صالح مالك بتبكي ليه؟ طيب يا ربطين هوا ناس كتير وبيضربوا فيهم وبيضربوا فيهم ليه؟ بيقولوا أنهم سرقوهم ولهم مرجعوش فلوس راح يقتنوهم وأنا باي ما مسترقش وده حصل فيه؟ أرضي أعزني بيه تبروح انت دلوك وأنا حقول لي عم صالح وحليجي وراك وأبوك هاي بايت في بيته الليلة يلا من اللي أخذ الفلوس يا عاطي يا عب من عاطي هاي؟ هاي؟ انت هاي؟ 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 اللي ما قط البلد دي؟ تسئل من كبيرها؟ كبيرها؟ هاي, انت مش عارف بتكلم مين؟ الظاهر ان انت اللي ما تعرفش انت بتكلم مين؟ قالنا صالح الجناوية عملولك يا عشان تعمل في يومك دا مهما كان عملهم حجك تاخذ بالأدب و بالأطول فاخر! هاي يا أخوي فك الرجال فك فك ما فيش كلمة تي مشي في الأرض دي غير كلمتي أنا انت قلنتوا علي وعزة جلالة الله لولا انك راجل كبير ولولا انك غريب لكنت دفنتك مكانك لوقوا قبضك الدار الجال رفع ايامك كبير تفوتوا عليه في المنظر عشان تاخدوه ربنا يخليك الينا كبير واتقول في عمرك حسبنا بعدين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة امو جيل باحب بقولك هحضرلك الحمام والفاتور لا مش دلوك مش دلوك يعني ايه يا راجل بجينا الطهر عاد بتشيب الساحة دي من فين؟ واه حاسب العيل تحسديني ولا يا مرة؟ أبوي الله يرحمه كان صاحبه موظف سكة الحديد قال على طول يقول له لو القضيب مش حديد ما كانشش على القطر تكثفت مني ايه داي يفتت انا بتكلم على القطر اللي حصل دي ما كانش ينفع ولا يجوز حدي صالح اللي حصل مني ولا منهم يا بيه منكم انتو التنين لا يا بنا مش معك في الكلام دي اللي حصل مني ينفع ولا يجوز اللي حصل منهم لا ينفع ولا يجوز ولا حد يقبلوا أيوا بس العيل سرجت سرجتنا حاسبهم في مركز في قضي عرفي إنما لا يطربتوا ولا يضربوا زمن الإقطاعين ولا يا بيه ولو البشا صاحب الأرض فهم إن الزمن دا لسه موجود يبقى غلطان اللي يتحمل قانون الصعيد يعيش فيه واللي ما يتحملش قانون الصعيد وربنا يا بيه أحسن له يفارجنا كلامك مصبوط بس اللي حصل برضو غلط والله يا بي مادام لسهك مصير إن أنا غلطان بعد اللي حكته لك دا كله ما قداميش غير إن أقولك كلمة واحدة إنك شرفت ونورت ماشي لماذاً نبي كيت الموسعد؟ عمال يتحيل علي من مصبح عايز يطلع يلعب مع العيان قلتوا نطلع كان يجي يتفرغ على الفيلم ده بيحمس معين ياسين جاوي ايه ده فيه ايه تضرب أهل بلدك عشان ولية نعمتك وفي الآخر تطلع انت اللي سرجو لما ساركتش حاج اثبت نثبت هاتلي شاركو يا غريب هاتلي الوقت الحرام اللي عندك ده اللي خد الفلوس ايه وا صلاح بيه هو هو اللي قال لي اسرق وهو اللي خد لي فلوس ده كداب انا ما اخدتش حاج بقولك ايه فلوس لوما طلعتش دلوك مش هتعيش دقيقة في البلد داي الفلوس اه اه يا صال ناس اه اه مره عقلة صرف منهم حاجة بيربطيتهم زي ما هم سيج عليك النبي بتاع بيه سروس انا ولده واحتجينه احب علي قد ابتتناشر حاجة صالح الانوي ده قطل الحكاية البيرة او يا باشا ده شخصية زي اللي كنا بنقراها في حواديد زمان النوعية دي بقت قليلة قوي دلوقت يا باشا صالح البناوي ده اكتر راجل حاجاني ممكن تقابله في حياتك سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته سلام ازاك يا جنب المأمور مرحب يا مرحب تفضل فلوسك يا باشا عد هفتك برحتك ولولاك صح حاجة فرجاء مين اللي سرق الفلوس يا حاج صالح اللي سرق الفلوس واحد من رجالتك واحد من اللي كانوا بيضربوا الغلاب اللي مالهمش زم بجد يا صالح بجد يا بيه حميه حراميه ده كنت جت لبيتي من الاول كنت اقول لك مين اللي سرقها ان ما دلوقت انتليك فلوسك وبس اه عموما ان انا بشكرك جدا ويريت لو سمحت نحط ايدنا في ايد بعض انا وانت محبا لبعد عدوة مفيش عدوة لا سمح الله انا في خدمة اكبيه في اي وقت بس الاسف ان ما ينفعش حط يدي في يدي اي حد على اهل بلدي ولو حد دسلك على طرف محدش هجيب لك حجك غيره لو حد دسلك جنب المأمور نفسه على طرف محدش هجيب له حجه غيره حتى حق جنب المأمور البلد دي بيحكمها قانون يا سادة المأمور با قانون الجناوي ده اللي حضرتك ما تعرفوش ان قانون الجناوي قدم من القانون ده قبل ما يعملوا مركز شرطة وجد جد جد هو القاضي العرفي للبلد دي ودي الميزة في بلدنا دونا عن اي مكان في الجمهورية عندك مكان ان تجيب حجك منه مركز الشرطة وبنت الجناوي عايزة تاني ده واللي انت متعرفوش يا باشل ان عندنا في الصعيد هنا في كل قرية كبير الكبير ده هو القاضي العرفي اللي بيحكم ما بين الاهالي وبين بعضيها والمشاكل المستعصية اللي عندنا في الحكومة شرفت الصعيد يا بيه طول ما لحد صالح موجود محدش فيكو هيتهان ومحدش منكو هيداس على كرامتو اقوم من النهار ده كلكم كرامتكم محفوظة غريب ايوا الرجالة جبضوا فلسهم جبضوا يا كبير خد بجيت حجك منه تعيش يا كبير تسلم يا كبير اخد بجيت حجك مني تسلم يا كبير اه 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 احمد خد بجيت حجك مني هزبنا الله نعم الوكيل خلاص سمحته يا كبير بدوي نعمين يا كبير طبا جيت حقك مني تسلم يا كبير والحج زكري خلص موضوعه على خير والحمد لله رضي المحترم وسهل كل خير طازة لسه حلبهولك بيدي يا صالح بيدي تسلم أدك يا فرحانة فينا بدت البضب وزبنة دقيقة ويكون جاهز ما تنزل تاكل يا غريب الفهنة سبكتك كبير الفهنة عملت ومع الحرم اللي اسم أتلر ادينا الكرباج لكل راجل فيهم منهم اللي سامح ومنهم اللي مرحمهوش الراجل يستهل ضرب بالبلغة متددوا على أهل بلده عشان كملتشوا واحد غريب قالوا للأصر